أولادكم لا أشهد على جور قالها صلى الله عليه وسلم حينما أعطى أحد الصحابة ابنه عطية دون إخوانه الباقيين طيب الشيخة الآن سبحان الله البعض لا يستيقظ ولا يستفيق من هذه الغفلة أو أنه يقول أنا توني يدري أني أحب أبوي بذل الحب ولا أمي بذل الحب ولا أخي ولا أختي وإن كان شقيق أو غير شقيق إلا بعد أن يغادروا بعد أن يموتوا لماذا نترك الصدمات تأتينا بعد الوفاة لماذا ما نبدأ الآن لماذا نبدأ ونتكلم عن نفسي أنا ترى لا يعني أني يتكلم الكلام أني ما عندي من اللي أنا أقوله بالعكس قد يأتي الكلام ممن عاصر فلذلك أنا أذكر قصة أخوين بينهما مشاحلة بسبب مال أو ورث أو ما زوجوا لدي أو زوجوا لدي وطلق هذا يقول طلق بنتي ولده فخرج أحدهما في رحلة برية فانقطع به الاتصال ثم أعلن مفقودا ثم بدأت فرق الإنقاذ تبحث عنه أنا الموقف ذا يعني واقف عليه فكان أخوهم فكان الأخو الأصغر منهم وهو يشارك في البحث لم تجف دمعته وش فيك يقول أخافي موت أخوي قبل ما أتصال حنويا لا إله يقول ما علي من الموضوع أسببه بصرة لكن لا يموت أخوي لابد إذا عندك هذا الإحساس التضحية تكون طز في المشاكل من اللي مخطي طز قلها من البداية قبل ما يجي حالة يعني ساعة الصفر من الآن قلتز في أي سبب خلاص أخوي أختي نفتح صفحة جديدة في المقابل أيضا فلما عثر على هذا المفقود تلوى فيه وضمه ضم يعني كأنه طفل ما بغي فكه مرة 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 يبكي 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 بكاء طويل جدا في المقابل وناس لما ما توقعوا أن الموت سيفرقهم بإخوانهم وأخواتهم يقول لما وصله خبر وفاة أخيه كأنه نائم وأوقذ قال مات مات قبل ما أصالحه مات قبل ما جي يقول ينهار انهيار عظيم قاله طيب طول الأيام هو عندك ليش ما رحت له الشيطان الشيطان راكب عليه الشيطان يقول أنت لي معك الحق وعياله يقول لا مختن عليك ثم يكبر رأسه يكبر رأسه يكبر رأسه يكبر رأسه حتى تسرقه الأيام والله يا جماعة الخير حتى اللي بينه حتى اللي ما بينه بين أخوانهم مشاكل ويحبهم بعض جورهم بعض والله إذا فقد أخوه أنه يحزن ويقول يا نيتني إذا هو يعني بار رنبه يقول يا نيتني بريت أكثر إذا هو يزور أخوه يقول يا نيتني زرتها أكثر والله يا جماعة الخير أكلمكم عن نفسي اللي أخ توفى توفي بالشكتة قلبية والله إني كل ما تذكرته حتى كان في الحلقة السابقة الأسبوع اللي راح إني بغى تذكر قصة هو فيها إني كادت العبرات تخرج لماذا؟ لأنك الشيطان ترى يروح بالتأثير ما يبقي لكلة إلا الحقيقة الذكريات الجميلة ذكريات ابتسامتها ذكريات فزعتها لك ذكريات وقفاتها لك ذكريات ضمه لك ذكريات أنه يوديك للمدرسة يجيبكم البقالة لماذا؟ لأن الشيطان يريد أن لا يضع أمامك دائما بين من تحب إلا الذكريات السيئة ليحزن الذين آمنوا ليحزن الذين آمنوا ليحزن الذين آمنوا لذلك استغلوا الإيجابيات وكما قال الأستاذ محمد ابتعدوا وانسوا انسوا السلبيات انسوا حتى أخطائهم وإن كانت خطأ مئة في المئة انسها يا أخي فمن أصلح فأجره على الله فيها الأستاذ محمد فيه نقطة مهمة جدا في يعني التعامل مع حتى يعني المواقف يعني التي تحتاج إلى مجاهة يعني قلوبنا احيانا يقول لا مني برايح أنا مني بمبادر أنا كيف يستحضر الإنسان المواقف الإيجابية ويزيل المواقف السلبية عندما يريد أن يعني يعظم جانب الأجر الذي يجعله يبادر في الخير ويطرد يعني الرسائل السلبية النفسية السيئة كيف نصل لها الدرجة دي أبو بو بو بو؟ يبدو أنك ذكرت أنت الإجابة قبل هذا السؤال ونركبها الآن تركيبها ثانية من من باب تغيير الكلام أنت أثريتها ما شاء الله قلت فأجره على من؟ على الله فمن عفى وأصلح فأجره على الله وش تتخيل من الله؟ وش تتخيلين من الله؟ وش بيعطيت سدعفاتي؟ ترى خمس دقائق وصفحتي وعفوتي ونسيت الماضي السيئة وذكرت الماضي الجميل الأجر مع الله نعطي مثال يا سيد منصور ترى في مساهمة نازلة في البنك الفلاني كذا وكذا 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 وترى ما شاء الله أرباحها كذا وكذا وش بيصير عند الناس؟ أوه كلهم الشركة الفلانية كذا وكذا أحسن من الشركة الفلانية كذا وكذا وشغلهم نظيف وعندهم 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 وتعالى وعظمنا الأمر وش بيصير؟ سنساهم 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 نبادر مرة كل واحد مننا يحرص الثاني بل ربما تحرص حتى يعني ما عنده شيء تقول أنا أبس أسلفك بس أدخل فيها شكرا وش السبب؟ السبب أنك عارف الربح فمن عفى وأصلح فأجره على الله السلام فأجره على الله الربح كم الله فأجره على الله يمكن فيه ذنوب يعني وخطايا ما يعلمها إلا الله أنا عملتها يغفرها الله بسبب أني صفحت عن أخي فلانة أو أختي فلانة أو قريبي أو جاري أو من المسلمين عامة السلام فأجره على الله فمن عفى وأصلح فأجره على الله هذه قيمة تربوية في كتاب الله تتكرر اليقيم باليوم الآخر اليقيم بالجنة وما أعد الله لأهل الجنة ومنها هذه الآية فمن عفى وأصلح فأجره على الله أجره على الله قد يكون أجرك في الدنيا وفي الآخرة قد يبارك الله لك في أهلك ومالك وذريتك يمكنك متورط بذيون يقضيها الله عنك جل وعلا يمكن عندك الأمر متعطل في مصلحة من المصالح أو دائرة من الدوائر فيسرها الله جل وعلا فمن عفى وأصلح فأجره على الله يمكن تأتي يوم القيامة كما يأتي كما ورد في الحديث النبوي الصحيح عن ذاك الرجل الذي كان يؤسر على الناس من كان معسر يدين الناس فيعفو الله عنه بسبب أنه يعفو عن الناس ويؤسر للناس سمحا معهم يتغاض يمشيها ويطلب الأجر من الله يطلب الأجر من الله يعفو ويصفح لله يدعو الله جل وعلا بالمغفرة ولبقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلني ما ندري يغفرها الله لا لا نرجو رحمة الله هذا أيضا من القيم العظيم اللي جاءت في كتاب الله قضية محبة الله ورجاء الله جل وعلا قوله تعالى أيضا والله يحب المحسنين تعفو تحسن لإخوانك لرحمك لأقاربك لزملائك لجيرانك للمسلمين أجمعين يأتي الرجل في حديث عبد الله بن عمر يأتي الرجل ويدخل المسجد ثلاث أيام وكلما دخل يقول عليه الصلاة والسلام أو قبل دخوله يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فيراه عبد الله بن عمر ويراه الصحابة جاي متوضي يصلي معهم فينطلق عبد الله بن عمر ويتضيفه ليلة ثلاثة ليالي فيتقال صلاته يعني ليس من قوة من ليل هو يقوم بالفرائض بس فيعني يقول ما حدث أني سمعت رسول الله يقول يدخل عليكم أهل الجنة فأخبرني بعمل قال هو ما رأيت يعني ما عندي زيادة عمل فيقول تقليت عبد الله بن عمر وأراد أن يخرج قال غير أني لا أبيت عند النوم يعني الليلة البارح قبله كل ليلة يجي ينام يغفر لكل من أساء له من المسلمين من مننا هذه النفس الكبيرة فيبشر الرسول بالجنة ألا ترجو هذا فأجره على الله قد يكون عفوك وصفحك هذا أجرك على الله يعني نظرتنا لا تكون نظرة دنيوية لهذه الفانية بل تكون أخروية للباقية تكون أخروية تكون مع الله فمن عفى وأصلح فأجره على الله والله يحب المحسنين وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعفو والصفح وأن يغفر لنا ومن أخطأنا في حقه نسأل الله يغفر له وأن يجازيه عننا بقدر ما أخطأنا في حقه وأن يصلح ما بيننا وبينه وأن يغسل سخيمة قلوبنا الله يجزل في حديث حسنه أهل الحديث في من صام ثلاثة أيام من كل شهر يعني يغسل الله سخيمة قلبه أو كما جاء في الحديث فالمحافظة على صيام ثلاثة أيام من كل شهر يغسل الله بها سخيمة القلوب اللي يكون في الحزازة لا تنسون الثلاثة أيام هذه